اهلا بكم مرة تانية عودة من جديد لعشة الصبح في الاهلي وكلامنا هيكون مهم جدا لكل الشباب ولكل الرجال اللي بيتابعونا بصفة خاصة وتحديدا اللي منهم يعني عدى او فوق سن الاربعين نتكلم عن الفيتامينات واهميتها لصحة الرجال بشكل عام تاني وتحديدا للناس اللي عدت سن الاربعين ده موضوع في منتهى الاهمية عشان فيه ناس كتير بتلجأ للفيتامينز اما لتقوية العضلات او لتدعيم صحتهم عشان يبدو لهم خفزين على صحة كويسة اطول وقت ممكن طيب ايه هي الفيتامينات اللي يعني تعتبر هي الاهم بالنسبة للرجال ايه معدل استهلاكنا ليه طبعا تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بعالم الفيتامينز هنتكلم فيه مع الدكتورة دينا ابو السعود المستشار الطبي ليه مؤسسة او ليه شركة بايو ناتشرز اللي طبعا بتنورنا دايما بوجودها معنا في البرنامج صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم امبارك ايه كله تمام ازاي الفل انت عامل ايه ماشي الحاجة الحمد لله موضوع ده مهم كده ايوا يعني احنا عارفين طبعا ان الفيتامينز من الحاجات المهمة او صحة البني ادم بشكل عام والرجال طبعا اكيد يعني على واحد خصوص بس سن الاربائين ده يعتبر منعطف او ترنينج بوينت لناس كتير فازاي نواكب بقى المرحلة العمرية دي من خلال الفيتامينز طبعا مهم لكل رجل يهتم بصحته ومهم يعرف يعمل ايه في حياته اليومية عشان يقدر يرفع ويعزز كفاءة جهازه المناعي بلس انه يعزز كفاءة طاقته لان الراجل عايز مناعة قوية وطاقة قوية وتركيز قوي هنعمل ايه هنأكل اكل صحي ده اول حاجة بس اكيد الاكل الصحي مش هتعرف تعمل به مونتر ان يوصلك الفيتامينات اللي انت محتاجها يوميا اي رجل محتاج فيتامينز يوميا يلعبوا رياضة مهم ايه رياضة عشان تطلع النيجاتيف انرجي ولو الكورتزول عالي شوية نقدر ننزله والضغط العصبي ويطلع كل ضغوط العصبية مهم لكل رجال ان هم يعرفوا يناموا كويس ما يصاروش كتير بتلاقي رجال كتير جدا بيبتدوا يخشوا وبقى يناموا خمسة الصبح ده ضمار لجهاز المناعي يعني جهاز المناعي لازم يأخذ يرتاح ولازم يأخذ بالليل واصلا بيحصل انهم بالليل ده بيعمل ديتوكسيفيكيشن بينظف الجسم من السمو بس الساعات برضو دينا مع كتر الهموم والمشاكل والمسئوليات والالتزامات فالواحد ممكن يبقى شكله نايم لكن هو فعليه الرأسه عمالة وره صح يبقى هنعمل ايه وقتها اكيد لازم نلجأ للمكملات الغذائية المكمل المرخص من هيئة سلامة الغذاء يعني لازم يبقى ليه ترخيص وليه امان ويتبع في السيدليات جاية اتكلم معاك على مكمل غذائي هيهم رجال كتير جدا من مختلف الاعمار مهم جدا بعد الاربعين انعطاف وبعد الستين انعطاف اخر فطبعا هيبقى مفيد ليهم جدا قلب مالتي فيت اللي فيه كل الفيتامينات او معظم الفيتامينات اللي اي رجال محتاجينها لحاجات كتيرة جدا يعني زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي دي شكل العلبة مهم اقول يا جماعة دي شكل العلبة ملناش اي بديل في الماركت عشان كان احد بعتلي على السوشيال ميديا دكتورة دينا روحت السادلية مثلا الفلانية ملقيتش لسه متوفر فدوني بديل ملناش اي بديل يا جماعة احفظوا شكل العلبة لان قلب مالتي فيت مختلف عن اي مكمل غذائي اخر لانه فيه اولا فيتامين بي كومبليكس المهم بكل مشتقاته الكابسولة دي نازل منها اللي احنا شايفينها دي كابسولة واحدة من قلب مالتي فيت نازل منها كل الفيتامينات دي والكابسولة دي اللي هي واحدة يوميا واحدة يوميا وبرجع اول بلاش افراط في المكملات الغذائية مش حلو يا جماعة يعني مرضو حد مثلا بعتلي دكتورة دينا ده قلب مالتي فيت عمل معايا كذا كذا دينا حتى بقي تاخدوا تلات مرات وساعة أربع مرات لا انا قلت لهم يا جماعة عملي ما قلت كده في التلفزيون هي مرة واحدة هي مرة واحدة لان كنت مش محتاج اكتر من ده فبكابسولة واحدة الرجال محتاجة فيتامين بي كومبليكس محتاجينه في ايه الكوبالامين او فيتامين بي 12 مهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء فانت بتعلي كفاءة الدم بتاعتك عندك فيتامين بي كومبليكس الفوليك أسد الريبوفلافين البانتوثانيك الثيامين النياسين كل الحاجات دي بتدعم لجهازك العصبي وبتدعم العصاب جدا احيانا بتشوف رجال شوية ديهم بترعش انا مش بتكلم طبعا ده فيه بيبقى لو عنده باركنسونيس وامراض عصبية ده علاج تاني خالص لان مهم اقول ان فيه فرق بين المكمل والدواء فرق رهيب لان ساعات الناس بيتدخل حاجات في بعض يا كريم فالدواء هو العلاج لكل الامراض لا غنى عن رشدة الدكتور لعلاج اي مرض واني اشفى من اي مرض المكمل الغذائي فقط تدعيم للصحة تدعيم لكرات الدم الحمرة تدعيم للمناعة تدعيم للعضم لانه فيه كالسيوم طيب انا قلت ده قلت على مهم جدا الفيتامين بي كومبلكس لجهازه العصبي والخلايا بتاعته العصبية لان كمان المخ كله خلايا عصبية الاطراف بتاعتي فاحمي حتى الولاد اللي بيروح الجيم بيبقوا محتاجين جدا مكملات غذائية عشان لو عايزين يبنوا عضلاتهم طبعا بياخدوا البروتين من الاكل سواء بيض او لحوم بلاس ان هما محتاجين فيتامين بي عشان لو هما بيشيلوا الاوزان ايديهم هو العزم نفسه او العصب العصب بيبقى جامد عشان يعرف يبني العضلات بتاعته محتاجين زنك مثلا بتوع الرياضة اللي بيلعبوا رياضة لان عشان محصلهمش اجهاد عضلي بعد ما بيخلصوا الجيم بتلاقي ايه وبالذات بقى ايه اللي لسه بادي او البنات اللي لسه بادي بتروح البيت مش قادرة تتحرك عضلاتي بتاع الزنك بيريح العضلات بيعمل على ارتخاء العضلات والزنك ده من ضمن مكونات القلب مالتي فيت ايه طبعا الزنك موجود لقلب مالتي فيت مهم لده مهم جدا الزنك للمعدة المعدة بتحب الزنك جدا وعلى طول بقول عايزة ابقى صحيتي تمام ابدأي من المعدة عشان المعدة هي اللي بتخلي الاكل بعد كده ينزل على الامعاء وينتصها عندك كمان الكالسيوم بيدعم العضم جدا ومهم جدا للعضم طبعا الستات بيجي لها مشاكل عضم اكتر في سن صغير بس الرجالة برضو بيحصل لها مشاكل في العضم على فكرة ممكن يكونوا اوفر ففتي بس بيحصل لها بس كل المكونات اللي انت قلتها دي او كلمت عنها تنطبق على كل الاعمار انا عايزة اعرف منك بصفة خاصة الناس اللي عدت الاربعين هل احتياجها بيختلف عن احتياجات الناس اللي اقل في السن اكيد الشباب يعني هو الاربعين شباب يعني برضو لسه صغير بس اكيد التلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر لا ما بيحتاجوش زي العدل الاربعين العدل الاربعين محتاج زنك جدا مثلا زنك المناعته وهل الخمسين بيحتاج زنك اكتر والستين كما يعني كل ما العمر بيكبر او زيد كل ما احتياجنا للمواد دي بيزيد لا انا بحب الحاجة بتبقى محتاج الجسم بالقدر الكافي هما شوية الكبار مثلا فوق الخمسين والستين الدورة دموية بتاعتهم مش قوي مثلا المعدة الكفاءة وفيهم تماني دي علاقة بالزاكرة الزاكرة طبعا طبعا كل الحاجات دي نقدر ندعمها لان انت كل ما بيكبر بيحصل مشاكل في الزاكرة طبعا والنسيان والحاجات دي فلازم ندعم جدا بفايتامين اي فيتامين اي مهم جدا لصحة الاوعية الدموية وانه يعمل على عدم تأكسد الدهون الضرة اللي من كلها فالدهون الضرة لو ما خدتش حاجة انت اكسدا تعود الدهون الضرة هتتأكسد وتترصب وتعمل الكوليسترول وقصة احنا منحاول نحنا ندعم ده ونحاول ناخد مضادات اكسدا مهم الناس كبيرة طول الوقت تاخد مضادات اكسدا عشان تمنع التعب التأكسودي فهيبقى مهم جدا هم يدعمون لهم الزاكرة بتاعتهم اكيد اكيد وبرضو اتحط على الشاشة دلوقت يا كريم الزنك وقلت كل عقلة فيتامين بي بلاس الكالسيا وفيتامين اي وفيتامين سي الكابر النحاس طبعا مهم جدا جدا نحاس للمناعة وللشعر عايز اقولك لو اي رجل كمان بيهتم بمظهره الخارجي مهم جدا ليه قلب مالتي فيت لانه بيدي نضالة للبشرة بيقوي بصيلات الشعر يعني عشان شعره اناخر جدا تساقطه بيقدر الفيتامينز اللي موجودة داخل قلب مالتي فيت تدعم جدا الاوعية الدموية اللي بتوصل الغذاء لبصيلة الشعر فشعره هيبقى احسن مظهره هيبقى احسن الموت بتاعه هيبقى احسن لان نقص الفيتامينات احيانا بيبقى ليها اسباب بيحصل تقلبات مزاجية انا معنديش مرض بنا عملت كذا كذا بس انا ساعات بحسني مبسوط ساعات بحسني مش مبسوط قلة النوم يعني اول ما بيحصل نقص في فيتامين بي بتلاقي ان فيه ارق في النوم النوم مش نوم عميق فعايزين نسترخي في النوم طبعا ناخد قلب مالتي فيت ولازم اقول انه سعره حلو عشان يقولوا ايه يا دكتورة دينا السعر ايه الاخبار سعره حلو جدا جدا متناول الجميع بجد سعره العبوة بتكفي شهر الكابسولة سعرها لا تذكر الحقيقة وبكابسولة واحدة بيديك كل الفيتامينات والمعادل المهمة جدا لصحة الراجل الزنك مهم لخصوبة الرجال طبعا الزنك وفيتامين اي مهم جدا لخصوبة الرجال والاثنين موجودين طبعا في الف مالتي فيت بيعزز الخصوبة لكن لو اكيد عنده مشاكل اكيد لغان عند كثرة الزكورة يعني لكن نقدر ندعم برضو الخصوبة بالزنك والفيتامين طب هل في موانع لاستخدام المكملات الغذائية بشكل عام او الف مالتي فيت بصفة الف مالتي فيت مناسب لكل الناس ممكن بس بنستثني اللي عندهم مشاكل في الكلة اكيد اي حد عنده مشاكل في الكلة ما بيحقودش حاجة خالص غير باستشارة الطبيب اي مكمل غذائي او اي دواء او اي حاجة لكن كل الناس لكن ضغط سكر قلب ضغط سكر قلب لازم يستخدمه قلب مالتي فيت لتعزيز وليس للعلاج لان الفرق فيه فرق بين الدواء والمكمل الغذائي طب انا اصلا عشان اقرر اخد اي مكمل غذائي هل يفضل ان انا كون عامل تحليل مسبق وعارف ان عندي نقص في فيتامينس اي بالزبط ونسبة النقص قد ايه ولا ممكن نتعامل معها على اعتبار ان احنا عادة يومية ان احنا كل يوم الصبحية بعد الفطار بناخد مثلا حبة مالتي فيتامين المالتي فيتامين قلب مش محتاجين تحليل منه لان التراكيز بتاعته ان هي منحتاجها في اليوم مثلا فيتامين سي احنا حاطين 500 ميلي جرام بس هو المفروض ان البني ادم ياخد كل يوم 1 جرام فحاطين سبيس صغير ان احنا نقدر لازم ندعم بالاكل الصحي فالريدي التراكيز عندي ما تخوفش خالص بقدر اخده اللي عنده ما يكفي من البيتامين منزل جوا جسمه ومع هذا بياخد من منطلق ان هي عادة صحية في رأيه او من وجه نظره بيستمر في اخذ البيتامين هو مش البيتامين كمان زيها زي اي حاجة تانية في الدنيا لو زادت على الحدها ممكن تقلب للضغط اكيد ما اعتقدش ان كل ان الناس اصلا اي حد بتفرج علينا لو عمل تحليل شامل للفيدامينات اكيد بنسبة 90% يمكن بتلاقي عندنا نقص اكيد مش كلنا عندنا مش هتلاقي المونيتر صح في الدم فما اعتقدش ان في حد مش هيحتاج لان صعب انك انت تعرف تاخد الفيتامين بي من اللحمة صعب انك تاكل لحوم كل يوم مثلا مش صعب انك تاخد وان جرام فيتامين سي تاكل تلات اربع خمس اطباق صلطة مثلا تاكل برطقان كتير بيبقى صعب بس عايزين نعمل تحليل ما فيش مشكلة بس اكيد لو عملنا التحليل هنلاقي حاجات كتير بس لو افترضنا ان فيه شخص ما اكيد لدرجة انه ممكن يأكل كل يوم كميات ونوعيات الاكل اللي تمده بالمطلوب من الفيتامينز والمعادن هل يفضل انه يعني يكتسب الفيتامينز والمعادن دول من خلال الاكل ولا يفضل انه برضو يلجأ في مرحلة ما لمكمل غذائي من منطلق ان المكمل الغذائي بيدوب اسرع في المعدة يعني مع المية الجسم بيستفيد منه بشكل مباشر اكتر انا طبعا بقول الكلام الناس كتير مثلا ندي اجزامبل الناس كتير بتاكل الكبدة وتاخد مع علاقات عسل اسود وسبانك يتحدثوا يعملوا تحليل وعندهم أصف الحديد كل اللي بيعملوا ده كل اللي بيعملوه لان الحديد بيتاخد وساعات بينزق ساعات بيبقى صعب الامتصاص فمهم بقى على طول اقول فيتامين سي بيعزز لامتصاص الحديد ما هي كلها دخلة ببعضها هي كلها مراحل دخلة فمهم جدا أن الفيتامين سي يعزز لي امتصاص الحديد مهم للكالسيوم فيتامين دي يعزز لي امتصاص الكالسيوم فمهم يعني لو نحن شايفين نفسنا فضاع في الأكل لو أنت عملت تحليل ولقيت خلاص أنك أنت تمام بس أنا ما عنديش مشكلة في القلب مالتيفيت لأنه كل ووتر صليبل بيدوب في الماء بيدوب في الماء فالإكسيد أصلا بينزل في البول والحلوة في قلب مالتيفيت فيتامين سي بيدعم لي الطاقة يعني بيحولي الأكل الطاقة ما بتخزنش عندي الضهون وكلا بيحول بيعزز كفاءة التمثيل الغذائي عشان ما نتخمش فقالريدي قلب مالتيفيت بيعليلي الميتابوليزم بتاع الجسم جدا ما عنديش مشكلة أنه يتاخد حتى لو أنا بأكل أكل صحي هل المالتيفيتامينز برضو يدينا من الأمور اللي بتساعد على تقوية العضارات ولا ده بيجي من طبعا إلى جانب مبارسة البياضة طبعا ولا ده بيجي أكتر من خلال الكاربز والبروتين والحاجات يعني المالتيفيتامينز أو الفيتامينز ما لديش علاقة قوي بالموضوع ده العضلات يعني بروتينات الحقيقة يعني عايزين نبني عضلات يعني يأكل بروتينات من هنا للصبح لو خايفين من كمية اللحوم عندك البيض عندك حاجات كتير فيها طاقة وفيها بروتينات الفيتامين بيقدر يعزز الأعصاب لو أنا عايزة أعمل عضلات أنا هحتاج أكيد بروتينات يعني الفيتامينات مش هتصنعني بروتينات لكن بناخد الفيتامين عشان يعزز لي المناع يعزز لي الطاقة هناك البروتين ما عندناش طاقة مش هنروح الجيم مش هنعمل عضلات باخد الألبو مالتيفيت أو المكمل الغذائي أو الفيتامين اللي أنا عايزة عشان يعزز لي الطاقة مع البروتين ويعزز لي المناع يعني ممكن نروح الجيم ونروح للجيم ممكن نمسك أنسترومنت مش متعقمة نلبس في فيروس نلبس في بكتريا فبيعزز لي المناعة دي مهمة جدا أنها تتاخد برضو يعني مهم المكامل غذائي كمان للمناعة هل هل الدنيا هدية شوية دلوقتي على صعيد الأوميكرون والحاجات دي ولا برضو يعني ما نقللش من سواء الإجراءات الاحترازية أو حتى السلوكيات والعادات الصحية اللي منعينة المواصبة على الملتي بيتامينز والنوع ده من الأمور أنا على طول بقول الدنيا كلها مش قصة دي بس إحنا عندنا يا جماعة كمية فيروس وكمية بكتريا تانية خالص للناس بقت مركزة في الموضوع ده أنا بعزز مناعتي لأي حاجة مش للموضوع ده الموضوع الكوفيد لا غنى عن بروتوكول وزارة الصحة والتطعيم الوزارة الصحة بتقوله بنمشي عليه ألف به فيه في البروتوكولات حاجات تامية أنتبيوتكس حاجات مش كلها فيتامينات وعلى طول بقول لا أنا عزز مناعتي أنا عزز مناعتي لأي حاجة يعني لأي فيروس بيجي ساعات بيبقى فيه أكل مش نظيف فبتلاقي أنه برجع بعمل بيحصل إسهال بتاع فأنا لازم أعزز مناعتي عشان البكتيري عشان الأكل اللي منأكله بره مش نظيف مثلا بتلاقي كتير بيأكله طول الوقت ما بيأكلوش في البيت هنا مش عارفة إيه أخوة سندوتش من هنا كله مقالي عايزة حاجات تعززلي الأكسادة بتاعت الكس الأكل المحمر والحاجات والمقاليات كل الحاجات دي بتأكسدلي الجسم عايزة حاجة تعليلي الموضوع ده أو تمنع الأكسادة التدخين الشرح في التدخين صعب أن المدخن تقوله لا أوقف التدخين لكن نقدر نحاول أن نعمل على عدم التأكسد فقالبه مالتي فيت للصحة العامة مش لحاجة معينة خالص ومتفقين أنه هو يعني مناسب لكل الأعمار ابتداء من 13 سنة أكيد كل ما منكبر من يحتاجه أكتر أكيد مثلا اللي بيعمل دايت سواء طبعا رجل أو حتى سيدة عمليات تكميم أكيد الدكتور دايريكت مدى الحياة فيتامينز ومينرالز دي له كابسولة نحن نشايفينها على الشاشة فيها كل الفيتامينات دي كابسولة واحدة في اليوم ومرخصة من هيئة سلامة الغذاء جميل طيب قبل ما الوقت يسرقنا أكتر من كده فيه سؤالين وصلنا من المشاهدين سؤال من محمد إبراهيم يقول مشكلتي أن أطراف الأصابع دايما بلقيها من الملة وساعة قوي من فترة للتانية سواء كنا في الشتاء أو في الصيف فبعد إذنك يا دكتورة دا سببه ايه؟ ليه أسباب كتيرة جدا من أحد الأسباب أكيد نقص فيتامين بي لأنه هو اللي بيدعمل لأعصاب الأطراف لكن فيه أسباب تانية يعني أنت عندك أسباب بالأنيميا أو نقص الحديد نحتاجين حاجات تانية بقى محتاجين نروح لدكتور ندعم الحديد بتاعنا لكن نقدر نقول أن فيتامين بي كومبليكس بيدعم جدا العصاب وبيدعم كرات الدم الحمراء فبالتالي الأكسوجين هيوصل من الرئة للأطراف لأن البرودة ساعات بتبقى نقص أكسوجين نقص حديد وحاجات كثيرة جميل أخيرا سؤال من إياد إيمان بيقول والدي عنده 79 سنة ربنا ديبه الصحة وطلطة العمر وعنده السكر والضغط فكنت محتاج أعرف هل ينفع ياخد ألب مالتي فيت ولا ده ممكن يتعارض مع حالته وإيه جرعات المناسبة لسنه طبعا بابا هيمشي دايركت على الأدوية بتاعت الدكتور لا غين عن الأدوية لكن بقول ألب مالتي فيت لا يتعارض مع أي دواء هو بياخده بياخده الصبح بعد الفطار ولا يتعارض مع الأمراض نفسها اللي عند الواجهة بالعكس بيدعم جدا الدم وبيدعم نسبة الكوليسترول لأنه هو فيتامين إي بيقلل نسبة الكوليسترول لكن دواء السكر محتاجين أدوية تانية محتاجين هرمون إنسولين محتاجين حاجات دواء القلب محتاجين أدوية سيولة وكذا وكذا أو الضغط فهو لا يتعارض مع أي دواء ده لأن قلب مالتي فيت مش دواء قلب مالتي فيتامينات معادن صحة مناعة دم كده جميل نورتينك عادة وأسعبتين موجودك إن شاء الله نشوفك على خير في حلقة جديدة من البرنامج إن شاء الله تسلم والشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان دي كانت حلقتنا النهاردة إن شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة وعشر الصبح بالأهلي صباح الفترة